الحواس وأعضاء الحس الوقاية من الأمراض الموضوع تأثير مرض الزكام على الجسم الهدف أتعرف أعراض مرض الزكام وكيفية الوقاية منه 1- أبحث تكثر الإصابة بمرض الزكام في فصل الشتاء أبحث عن معلومات تفيد هذا المرض مرض الزكام مرض معدن يصيب الجهاز التنفسي وتحديداً الأنف سريع الانتشار بسبب سهولة انتقال الفيروس من شخص لآخر بعدة طرق منها العطاس أو السعال ولمس يد شخص مصاب بالزكام أو لمس الأدوات الخاصة به ويستمر المرض لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام أو أكثر ينصح المصاب بالزكام بشرب عصير البرتقال لاحتوائه على فيتامين سين الذي يقي الجسم من الأنفلونزا وما له من تأثير على البكتيريا والميكروبات التي تهاجم الإنسان اذكر احتياطات تقوم بها لتجنب هذا المرض من أهم النصائح التي يمكن العمل بها للوقاية من مرض الزكام الاهتمام بتنظيف اليدين جيداً بالماء والصابون المحافظة على النظافة الشخصية وكذلك الأغراض المستخدمة خاصة السرير تغطية الفم باستعمال منديل عند العطاس عدم استعمال أغراض شخص المصاب مثل الكوب الذي شرب منه الإكثار من شرب السوائل وخاصة الدافئة والمحلات بالعسل ممارسة التمارين الرياضية الهوائية لزيادة نشاط القلب والخلايا المقاومة لمرض الزكام تناول أغذية وقائية كالبرتقال وعصير الغلال اثنان الإشكالية تغيب صديقك بسبب إصابته بمرض الزكام أردت زيارته فمنعتك أمك لماذا؟ منعتني أمي من زيارة صديقي المصاب بمرض الزكام لأنها خافت علي من العدوى أكتب ما قالته أمك كيف؟ لا يا عزيزي أنت تعلم أن هذا المرض معدن يمكنك الاطمئنان عليه بالهاتف أربعة أتثبت أصيب أخوك بمرض الزكام صف حالته واذكر ما قامت به أمك لمساعدته حتى يشفى بدت على أخي بوادر مرض الزكام سيلان في الأنف تعب عام وإرهاق شديد في الجسم عطاس وسعال مستمر ازدياد في حجم البلاعيم ارتفاع درجة حرارة الجسم وحكة في الحلق وللتخفيف من آثار هذا المرض قامت أمي بإعداد كمادات ثلج على جبينه لتخفيض درجة حرارته وإعداد مشروب ساخن وذلك قبل استدعاء الطبيب الذي وصف له بعض الأدوية أردت تقبيل أخيك عند عودتك من المدرسة فمنعك أبوك من ذلك لماذا؟ منعني أبي من تقبيل أخي وذلك لإصابته بالزكام بمناسبة مرض أخيك قدم لكم جاركم الطبيب نصائح أذكرها من بين النصائح التي قدمها لنا جارنا الطبيب هي الاهتمام بتنظيف اليدين جيدا بالماء والصابون عدم استعمال أغراض الشخص المصاب مثل الكوب الذي شرب منه تناول القوارص وعصير البرتقال خاصة أصيبت مونة بمرض الزكام فاكتفت بشرب عصير البرتقال هل توافقها؟ لماذا؟ لا أوافقها لأن شرب عصير البرتقال لوحده لا يقلل من الإصابة بالزكام تأمل الصورة وأبد رأيك في سلوك الطفل المصاب بالزكام من المفروض وضع المنديل على الأنف والفم عند السعال أو العطاس حتى لا يتعرض صديقه للعدوى أقرأ المعطيات التالية وأصلح الخطأ إن وجد نقوم بتحديد الخطأ في كل معطى إن وجد وذلك بوضع سطر تحت المفردة الخاطئة ومن ثم نصلحه أصفت بالزكام فعدت الطبيب صحيح مرض أخي بالزكام فنمت بجانبه خطأ تصحيح الخطأ هو مرض أخي بالزكام فتجنبت النوم بجانبه تتعطل حاسة اللمس أثناء الإصابة بمرض الزكام خطأ تصحيح الخطأ هو تتعطل حاسة الشم والذوق أثناء الإصابة بمرض الزكام 6- أعلم الزكام مرض يسببه فيروس يصيب مخاطية الأنف والمجار التنفسية ويتسبب في تدهور الحالة الصحية للجسم الغذاء الصحي واجتناب العدوى من العوامل الأساسية التي تقل إنسان من الإصابة بمرض الزكام 7- تعلمت أتأمل الصورة وأستعين بها لكتابة استنتاجات استخلصتها من خلال هذا الدرس الزكام مرض معدن للوقاية منه يجب تجنب لمس المريض أو استعمال أغراضه تغطية الفم باستعمال منديل عند العطاس المواظبة على غسل اليدين قبل وبعد الأكل تناول أغذية غنية بالفيتامينات للوقاية من الزكام كالخضر والقوارس خاصة تهوئة الغرف والتلقيح أو مراجعة الطبيب من حين لآخر 7- أقيم مكتسباتي 8- أتمم تعمير الجدول التالي 8- المرض 9- الزكام 10- الأعراض 10- ارتفاع درجة الحرارة 11- طرق الوقاية 12- وضع كمادات ثلج على الجبين 12- احتقان مخاطي في الحلق 13- عدم استعمال أغراض شخص المصاب بالمرض 14- واستنشاق البخار 15- عطاس وسعال مستمر 16- وسيلان في الأنف 16- تغطية الفم والأنف باستعمال منديل عند العطاس 17- الشعور بالتعب والوهن 18- الراحة 19- الغذاء الصحي وتناول القوارس والمشروب الدافئ سبعة أسئلة للتوسع سمي أغذية ينصح بتناولها أثناء الإصابة بمرض الزكام من بين الأغذية المنصوح بتناولها أثناء الإصابة بالزكام أغذية الوقاية الأطعمة الغنية بالخضر الغلال والقوارس خاصة هل يشفى المصاب بالزكام تلقائياً؟ أم نتيجة العلاج؟ يتم الشفاء عادة من مرض الزكام تلقائياً إذا توخينا طرق الوقاية لكن هناك حالات تستوجب تدخل الطبيب ليتم الشفاء من هذا المرض هل يبقى التلقيح ضد الزكام حلاً نهائياً من الإصابة بهذا المرض؟ لا لا يمثل التلقيح ضد الزكام حلاً للتخلص نهائياً من هذا المرض ولذا تكون الطرق الوقاية أحسن حل لحماية الجسم من العدوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر